كابتن كيف ترى الوصول لهذه المرحلة بهذه المجموعة من اللاعبين بهذا المنتخب وبهذا الشكل بعد إذنك لو تسمح لي قبل ما نحكي بالله يعني أفراحنا صح تمتد إن شاء الله لا نهائية أبطال آسيا ولكن اليوم كمان من ضمن أفراحنا ما رح ننسى أهلنا في غزة إن شاء الله أكيد وربنا يفرج عنهم وربنا يوقف معهم خاصة بالظروف الجوية الحالية إن شاء الله إنه ربنا بكون لهم خير معين نرجع لموضوع المنتخب الوطني أكيد المنتخب الوطني يعني من إمباراة لإمباراة فرض شخصية شخصية تانية عن عن ما بلشت الإمباريات أو عن الفكرة اللي أخدتها الناس عنه بالإمباريات الودية فارتفع من إمباراة لإمباراة بصراحة كتكتيك ناجح أضف إليه من عوامل النجاح التانية بأنه التفاف الجماهير والتفاف المسؤولين على أكبر مستوى والتفاف القيادة الهاشمية خاصة دائما لما بكون القيادة الهاشمية خلف المنتخب وإحنا جربناها كتير كان بالـ 97 بالـ 99 أنت صح تجرب بالـ 2011 الأيام هاي هذا عنصر عنصر مهم جدا عنصر معنوي معنوي عالي جدا بخلي اللاعبين يطلعوا عن طاقتهم زائد الأمور الفنية بأنه فعلا نجح المدرب واللاعبين بينهم التوليفة الموجودة وخاصة إنها بصراحة توليفة يعني أنا حكيت من 2004 يمكن الجيل هذا بيوازي الجيل وحقه أنه يحقق إنجاز إنجاز كيف أنه يعني اللاعبين يطمعوا بينهم يوصلوا نهائي كأس آسيا وممكن يحصلوا نهائي كأس آسيا خاصنا خاصنا اللي رح نلعب معه قابلنا في مرحلة سابقة من ضمن البطولة وإحنا كان كعبنا عالي في الإمبراء وأمورنا كتير كويسة كل الظروف اللي صارت ووصلتنا للموقع هذا اللي هو مشرف زائد إنجاز لأول مرة بتاريخ الكرة الأردنية ولكن خلينا نكون طماعين شوي ولأنه عنا جيل فعلا قادر عنا نظام وعنا جماهير ملتفة حول المنتخب وأردن كلها ملتفة حول المنتخب فإن شاء الله إنه بكلنا نصيب في كأس آسيا اشتركوا في القناة